ونبدأ بالخبر الأكثر إثارة للجدل الحية في الشارع المصري بعد رحيل المفاجئ لللاعب الشاب أحمد رفعت لاعب نادي مودرن سبورت عن 31 سنة بعد أن كنا تخيلنا أن حالته تحسنت بعدما تعرض لأزمة قلبية وتوقف قلبه يوم 11 مارس الماضي في مباراته مع الاتحاد السكندري لكن ثار لغة واسعة حول الإجراءات التي اتخذت لسفر أحمد رفعت للعمل مع نادي الوحدة الإماراتي وإيه اللي حصل تفاصيل ده لغة واسعة جدا هل هذه الإجراءات كانت قانونية هل هذه الإجراءات وعودة اللاعب أثرت يعني أثرت عليه نفسيا وأصابته بأزمة نفسية وكانت ضغطة عليه نفسيا وأدى ده إلى تدهور حالته بقى في الفترات اللي بعدها وما حدث يوم 11 مارس ثم وفاته ربنا يرحمه بالأمس النهاردة وزير الشباب ورياضة أصدر قرارا بتكليف اللجنة القانونية العليا بالوزارة للتحقيق في كافة الملابسات وفحص المستندات الخاصة بسفر اللاعب الراحل أحمد رفعت وذلك لما أثير مؤخرا عبر وسائل الإعلام بشأن وجود شبهة مخالفات إدارية وقانونية شابت سفر اللاعب خارج البلاد الوزير أيضا أصدر قرارا بتشكيل لجنة من المختصين بالوزارة للقيام بأعمال الفحص والمراجعة لجميع المستندات بنادي مودرن سبورت والاتحاد المصري لكرة القدم واللجنة الأولمبية المصرية وأيضا دكتور صبحي كشف أنه سيبقى فيه أيضا لجنة طبية بجانب اللجنة القانونية للتحقيق في ملابسات وفاة أحمد رفعت اشتركوا في القناة